بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حيبتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين وتكونوا كلكم سانك سانك حيبتي الغليات اولا في هذا الفيديو عندي لكم اولا واحدة النصيحة جد جد مهمة دبارة كي تروج على في القنوات واحد الزبدة يعني كيفاش تشدي ربعة زبدة او 200 غرام او 100 غرام ديال الزبدة البلدية اللي كتتكلمة لان البلدية يكون في علماء ديال البقارة من يلاك تكون منخوضة من البقارة احنا كنقول ما مخوض او الزبدة اللي كتتباعي يعني ديال سانترال او الجودة او المهمة اللي كتتكلمة الخبز هاديك دبارة كين واحد القناة نحطتها ديال واحد السيد و من بعد نشروها في القناة كي يزوروها بحالش تزور الزبدة سواء المارغارين او الزبدة العادية كي يزيدوا الحليب انا انصحكم جربت هالبنات جربت لا هادك ولا هادك لانه لا يوجد هالبدة اضافة لكم في القناة انا عقلتوا واحد السيد كي يزور الفرماج تجربت معها كي يزوروا في الروتين او ماذا لكم تفعله احتى الجربي هذه المارغارين لا تصلح لها حاجة لماذا؟ لانه فشكة تفعلها في المسمن او الملوي تطعطي المال داخل المارغارين لا توجد ماء المارغارين 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 المخبوزات المرقة المسمن الملوية الكروسان لا تصلح عليهم لانها تضيع عملك لانه داخل الفران تسخن العجينة يتعزل على المارغارين ويستقلك العجينة العظمى تصوي الملوين تحشمكم وخاصة عملها زبدة غلطة والمارغارين وانتن تقوم بجلد طلبية أو تضيع ملوية فهمتون هذه المارغارين تضيع بها لانه 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 جميع المارغارين تقوم بها للطوراق أو تقوم بالترماء على الأمور مثلا لحم الفران أو تقوم بها او نقلو بها الستيك سوف ننصدها غير شعمة يعني العود نقولوا مثلا نغدري 100 غرام ديال المارغارينة 50 غرام و 20 غرام ونتلقي غراء 10 غرام و 10 غرام ديال الماء فهمتي يعني غير ضيعت الضو وضيعت هكا وما قدأت لك غارة الزبدة اللي كيديرو ديال كان كبة المغرب او بيديوه الرئيسة كانت تلقي غير شخصة وضيعت hele 3 ديالة حصر على قطر حصر على قطر كالمغرب كي يصدر سلع للقطر ثم بدأت تزدك تغلق ولات وصلت 130 درهم شوية 140 درهم شوية 150 درهم 160 درهم دابارة ولات اكتر دابا كيلو واحد ولب 130 درهم العوض باش كنتي كجي بيجوش كيلونس وليتي كجي بيه كيلو ديال الزبدة نفس الثمان في الماركات اليوربا كو كين واحد الماركة وخراس ديال دنيماركة ونيو زيلاندا معرفت او السويد معرفت غالية هنا ناضو احتى هي بدأوا يزوروها في القنوات هنا هذي الزبدة هذي اش غا نديرو احنا الاش بغيناها مدام هي الزبدة تتكلم على الخبز الى بغيت تديرها غالط تارتين الخبز ديالك مثلا هكا تدهني بها الخبز لك الوليدات ماشي مشكل تزوريها تزيدي هذك نسطرود اللبان او مهم نفس الكمية نفس الكمية نفس الكمية انا انا جربتهم كاملي تزيدي لها وتضربيها والخل وذك شيء وغادي تعطيك ضوبة لك الكمية ولكن كتصلح غير الى بغيت تدهني بها نفس الكمية فهمت بحيي لك تغشي تخفيفي على رأسك الزبدة تتوكل معها للبن لعش اللبن يتضرب مع ذلك الخل وذك الماء لكي نفش بغيتي تدري التبصيل البطبط او الملاوي او المسمن عرفتوا من الخطرات كنكبع لهم الزبدة او زيت العود او ويزيد الماء ستضرب الماء وإلا أخرى سيبقى ماء فهمت بحيي لك تقفيف الماء على البطبط او المخامر او أي شيء ولكن تصلح تكال مع الخبز بارد لا يسخن اذا انصحتكم في هذا الفيديو انا جربتها و لم اصورتها وعجبتني فشتها و لكن في نفس الوقت فراسي يقول فين يمشي ذاك المره اذا لم يتم ان تضرب و اذا اعرفتها قبل ان اجربتها سواء المارغارين و السبدة و اعطيت الماء و انا لم تسنيت فشتها مارغارين جربتها في المسمن و جربتها في الملاوي و انتعجني و ارجع لك بحال خبزة و لانه تدري يد زبدة و تدري مع الماء و يجعلها تخوي الماء في ملوية في الزبدة البلدية في الزبدة البلدية دوبتها في المقلة تعزليها تعزليها بوحدهم الزبدة أما المارغارين لا تصوي بها لأنها لا تضيعها يعني بلا ما تضيعها سأجربت و أريحتك من الطريق يعني أنا حييت لك هذا التعب لا تستطيعها ولكن إذا أريد أن تضع في الكمية الزبدة البلدية وتتكلم مع شيء بارد مع البط بط بارد مع هكة توقليها بالبارد ليس مشكلة إذا كانوا يدهن الخبز يعني بحي لغة نقص لهم الزبدة تخففيها محدد لحدهم يتصبها هذه الزبدة تكون خبز بارد و تكون ملوية و تكون ملوية و تكون ملوية هذه هي حبيبتي الزبدة هنا هذا الفيديو بما انه اليوم السبت سوف نجعلكم على راحتكم لكي نكمل لكم السلسلة للمولة الدار الشاطر على الحذقة لكي تكون الوليدات والزوج وذلك سوف نجعلكم اليوم اعطيتكم كونجي ولكن سوف ندخلكم دخلوا 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 لايك دخلوا لايك اولا نشكركم كاملا على الدعاء والحب والله يبدأ الحب الا كي يخلي قلبي يدر يرقص يرقص وانتمنى عند الله سبحانه وتعالى نجعلوا كل شينا في الجنة يا رب العالم اللي تحرمنا منها وان شاء الله شي نهار نجعلوا كاملين في العمره وفي الحج هنا يوجد روتين خفيف دخلوا وشاركوه معي لا سوف نضع لكم اليوم السبت ونضع لكم فيديوه ونضع لكم الفيديو ونضع لكم فيديوه ولكن سوف نضع لكم ورقة 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 نضع لها على الغازات سوف نضع لها ونضع لها سوف نضع لها مع الصباح ونضع لها والطياب وفي نفس الوقت لنقوم بها íveجه يضع لها ونضع لها انا كنت اعطيتكم اللاستوس ديالها كان نفزقها بحلاكة كان نسلقها تقريبا تقرب يعني شوية طيب وكان حيضا خليها تبرد ندرها في أكياس دخلها المجمد او ندرها في علب القياس ديالي إلا اخويت عليها الماء كان ندرها في أكياس كان بقال نصغير القياس ديالي غير تسخن وكان نصبرها يعني كنكون شي هالطرق في القناة حبيباتي الغاليات سوف تدخلوا اللائحة حنوتي في داري او لائحة تشغيل التصبيرات احتفاظ بالخضر احتفاظ بالطعام كل شي هالطفلة وإعادة لوائه هنا حيبتي الغاليات العاصر اللي كنت قلت لكم مره كنت قلت لكم مره كنت قلت لكم مره كنت قلت لكم كنت قلت لكم وديت قلت لكم وكانت قلت لكم لأنها تقلت لكم سبحان الله من فيام كورونا كانت مره كنت مره كنت تأتي لديك وطراجلي كنت تأتي لكم دول عصر كيف يديني الأسبوع كامل سنجد نفسه السند الحمضة المصريين والعرب يقولون ملح ليمون في المغرب حجرة الليم مادة طبيعية تستخرج من الحوامض تستخدم حمض الليمون يتباع في الدول كامل التنظيف هذا مركز تستخدم حمض الليمون تستخدم حمض الليمون تستخدم حمض الليمون يتباع مواد الحلويات في المغرب يتباع مواد الحلويات أو كال تشايد تستخدم حمض ناصة نحن الجهد متشايد تستخدم حمض كلا تستخدم حمض حمض يجب أن نستخدم حمض لأن الحمد تحتاج إلى كمية كبيرة لكي تصل إلى الماداق من الخطرات تجيب أن تجد عاصر يتباعه في داخل محل مشهور مثلا ريستوران أو مطعم تجد عاصر ولكن تجد عاصر ولكن تجد عاصر هذا الاسيد سيتريك يجد الماداق العاصر الحمودة لأنه الفواكه سبحالله فيهم واحد الحمودة فيهم واحد الاسيد هكا هذا الحمودة هي اللي تجد سبحالله هذه الطعمة أنا صراحا أنا فاش كن كن نوك الفريز أو نوك العنب لما كان في واحد شوية الحمودة ما كيعجبني نتحدث عن الناس كاملة ولكن أنا كن بغير العاصر نطوق فيه واحد شوية الحمودة وفي المربى في كل شيء هاد الاسيد سيتريك ره موجود في كل الحلويات في كل المربيات السيدات اللي خافوا مثلا هما موجود عنده والبنات اللي في أوروبا وفي الدول العربية رهكين غير قلبوا عليه رهكين غير هو هنيا كتلقيه مركز يعني عندك كمية كبيرة العظمى مربما ما غيرتش تلقيه الحمود عندك ريكسات بتصوي العاصر هو كتقدر تحتاف ضيبيه مدة طويلة سنة سنتين كيبقى عندك سنة في تلاجة من التحت أو في المجميد أو في الخزانة كيبقى عندك شهر شهرين تلت شهر هكا في المريوية عادي كتدري من واحد الكيميا قليلة ملعقة صغيرة تقريبا ثلاثيترو أو ثلاثيترونس ديال العاصر و هنا يأكل واحد على حسب شنو كيبقى الحمودة و كتقدب السكر فهمتي كنتي بغيتي تطحني العواصر طبيعية بدون سكر بدون أي حاجة سكر بيديك الساسو وهذا يحفظ لك لأن هذا الحمود يحفظ حاربين تبقى الحمود فيه مدات حافظة للأشياء و ينظفوا به السيدات و ينظفوا به كتدريه الملابس ينظفوا به الملابس ينظف الملابس البيضاء يحكي الصدا يحكي الفرن يحكي الماء يحكي الجيبري يعني بحاله بحال المفعول لحمده كيدخلو احتفل مع كياش وكل المواد اللي كتكال من بداي من المربيات للحلويات الباتيسري لكل شي داخل فيها هاد 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 الاسيد سيتغيك اللي كتشرين برا كيحافظ وفي نفس الوقت كيقدلهم الطعم لانه الكتاريات عرفوا ما كيديروش كل شي فواكي كيقدو به هو الطعم لانه ما غاديش نديرو نعصره مثلا عشرين كيلو دليمون يلا غادي تعطيك عشرة يترود العاصر او غادي تعطيها لغاديك خمسة يترود العاصر تعصري بزيد ليمون عاياتك لهذا نحاول نقصده غادي نديرو ماكسموم سبعة دليمونات ستا خمسة احتربعة دليمونات نقدروا نديروهم لوما البرتوقال عندنا احنا في المغرب كنقولولو الليمون والحام والليمون احنا في المغرب كنقولولو الحامض غادي تديري اي فاكية تزيدها او ما تزيدها كتقدي الطعم بهذاك لاسيد سيتغيك او سند الحامضة او حجرة الليم او حمض الليمون هنا يرى ماشي موضر وما تخافوش منه هايباتي الغاليات هنا غادي نشارك معكم تاتيمات الروتين ديالي خيادنا من الليمة وسند الحامضة هنا غادي اعجنت انا كان اعجل الخمس دليل عشر ايام حتى ال 12 او 12 لا حسب ولكن قبل ما يتقادى بيوم كان مشوف مو جميل شحال باقي عندي فيه وكان مشي اعرفت الخمس مرة كان استهلكو شوية اكتر مرة اقل وكان صوب الكيكا والليت ديال الاسبوع طبعا طبعا نرى دايما عندي في الموجة ميد ديالت حمار لوجه هكرا وريتها لكم في بداية القناة كتكون واحد لابط فيها المملاحات فيها الحلو فيها شوية الحلوة المقصارات وهذا كنخلوها داك التحمار لوجه اللي جانه شي واحد ولكن هذيك الكيكا ما غا تتبقاش دايما تما كنخرجها كندير جديدة كنرجع جديدة وكنخرجها هذي وكنستعملوها وهكذا الكيكا ما فاش نبغون ندرها في الموجة ميد ديالة بغيناها على حسب نخلوها مجموعة بحال هكا باش إلا خرجنا نسقوها بشي حاجا ندروا لها شكولاتة ونزينوها بلكوك وكل شي حاجا نقدروا نخلوها مجموعة ما نقطعوها شوية لكن خاصها تخرجها قبل بليلة فمثل انك ما سلح تسخنية غا تخليها تغطيها بشي منديل وتفرشي لها شي منديل باش ذاك الرطوبة كامل تهبط وغادي تكون بحال إلي الله صوبتها بغيتها عودتني لضياف هكا أو لوليداتك وهذا كتقطعها وكنديرها أنا هذي كان شد نص ديالها كان قطعها كاملة نص ديالها كان دخلوها مجموعة لحسب الأسبوع هكا تديني عشر تيام تقريبا وكنصوب لي تقريبا جوجات في الشهر واحدة ديالشكلات ثلاثة جوجات هكا واحدة ديالشكلات لانو ولدي ما كي وقلش ديالشكلات انا عزيز عليا ديالشكلات بحالك كنهار لحد نحطوها في الفطور واسمه وهذه الأخرى مرة مرة كنهزو منها بحلقتي ولدي معا ما كيتغدى في الدار كيفطر بيها عزيز عليه كندير فيها المربع هاد الكيكا هادي لاستوز ديال المربع هزيتها من القناة ديال براهيمي الدوحميش قناته رائعة 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 وكل وصفات ناجحة واقتصادية وذلك الشيء كيعطيك بالتفاصيل المملة ويعطيك المقادير صحيحة والوصفات دياله ناجحة مليون في المية براهيم ايدوحميش كتبوا براهيم ايدوحميش القناة ديالو والله ما عارفني واش غنقول نهضر عليه ولا شي حاجه مسكين هنا عجنت الخبس واحد الجزء درتوغير بالفورسه بالفينو وواحد شوية درتوغير فيه شوية ديال القمح شوية مشي بزاف شوية ديال درع القمح والدرع وشوية ديال الفورس باش ميجيني هابط لانه الدرع مع القمح يجوغاطين ذاك الشيء يطلع من الفورس خفيف وقرستو بشوية ديال الدرع دقيقة الدرع البشناء بالداز يالبنات هنيا درت الغداء وعشاق درت اغداء عشا درت ادجاج بشوية ديال الدجاج واحد جنيه واحد شوية من صدر درت بصيلة شحرتهم ازيان درت عليهم عبرت الماء غصلت الروز ديالي ودرت كنديرو مغان في هاد المقلة والليت كنديرو فيها والليت اه الشربات كل شي راكشتوها في رمضان استعملتها اه وكان عبر الماء لكل كاس ديال الروز جوش كسان ديال الماء طبعا كان ديال الاعتبار ذاك الماء اللي كنت اللي مرر قطبيت جياج ديالك حتى طب وصافي وكنديرو كنقص عليه النار كنحرقه مزيان حتى يقرر بيطيب كانكون الزبيب مرقته في المغاسلته كنصفي وكنديرو من الفوق حتى يقرر بيطيب كنديرو من الفوق اه في العشا قدرت الاغداء عشا مرة واحدة شاركت معكم هذا الروتين هذا البسيط جدا الخبز طبعا راح محطوط في القناة انواع الخبز اه واول قناة كانت تحطط الخبز الخماسي وحطط الخبز المقرس بالحبوب اول في القناة تحط عندي اه وكل شي موجود برقلا انواع الخبز بالدقيق العادي بنواع الدقيق بيعني ديال الضيافة ديال كل شي راك كل شي كان في القناة اه خبز خديجة الصحراوية غايتل عليكم هو خبز تنظيم البيت تدبير المصروف مليه قدرت خدجة الصحراوية غايتل عليكم ديرو غر تنظيم البيت تدبير المصروف حيباتي الغاليات نكتوفوا اليوم بهذا الجزء غدا ان شاء الله الجزء الثاني ديال الروتين واني بيكم وراي نحبكم كاملين اشتركوا في القناة